مشاهدين أينما كنتم أهلا بكم إلى حديث الصحافة لنهار اليوم لنا جولة في أبرز العنوين الصادرة في الصحف المواقع الإلكترونية وكذا المنصات العالمية مشاهدين نستهله بما ورد في جريدة النهار الجديد وعديد العنوين ضمن النهار الجديد الشفافية والعدالة في توزيع منحة البطالة الرئيس تبون يواجه تعليمات للحكومة بوضع نظام رقابة فعال وشفاف لوضع المنحة المستحدثة حيز الخدمة نجد أيضا عنوان آخر في جريدة النهار استراض أربعة ملايين حبة بيض تفقيس من إسبانيا وتركيا بالعودة مشاهدين إلى العنوان الرئيسي لجريدة النهار إذن ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس ترأس الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء حيث خصص لدراسة والمصادقة على عدد من المرسيم والعروض المتعلقة بقطعات التربية الوطنية العمل والتشغيل أقول والضمان الاجتماعي والمالية الفلاحة المحروقات الصحة والسياحة حيث وجه رئيس الجمهورية تعليمات لتحديد السن الأقصى لطالبي الشغل المبتدئين المؤهلين للاستفاذة من منحة البطالة وذلك وفق معايير معقولة وموضوعية بالنظر لبطء وتيرة الاستثمارات الخلاقة لمناصب العمل والركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا كما سيتم استحداث نظام مراقبة فعال على البطاقية الوطنية للبطالين من أجل استفادة شفافة وصحيحة مع مراعاة فرص العامل المتاحة في مختلف البناطق البلاد بالإضافة إلى إيجاد الآليات القانونية للمعاقبة أي تحايل للاستفادة من هذه المنحة بما فيها المتابعة الجزائية مع التمييز بين منحة الشباب البطالة وباقي الامتيازات والمنح التي تقدم للشباب إلى عنوان آخر في جريدة النهار كما ذكرنا استيراد أربعة ملايين حبة بيت تفقيس من إسبانيا وتركيا إذن كشف عن موافقته مبدئيا من وزارة الفلاحة لسد العز رئيس مجلس مربي الدواجل يكشف للنهار إذن قال يستعد المجلس المهني لمربي دواجل لاستيراد أربعة ملايين حبة بيت موجهة للتفقيس لإنتاج أصيصان محليا من أجل المحافظة على استقرار أسعار اللحوم البيضاء في السوق الوطنية التي عرفت ارتفاعا جنونيا في الأسعار ووصلت إلى خمسمائة دينار للكيلوغرام الواحد وكشف عبدالرزاق عبداللاوي رئيس المجلس المهني لمربي دواجل بن نيابة في تصريح خاص به النهار عن لقاء جمعه بحر الأسبوع الماضي بالأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أعطى خلاله موافقته المبدئية على المقترح الذي قدمه أعضاء المجلس والرامي إلى استراض أربعة ملايين حبة بيض موجهة للتفقيس محليا من دولتي إسبانيا وتركيا بمعدل مليون حبة في الأسبوع من جريدة النهار الجديد ننتقل مشاهدين إلى ما جاء في جريدة المحور اليومي وتخفيف العب طبعا الحكومة تحضر لتسقيف جديد طبعا لأسعار الزيت والسكر وتحديد هوامش الربح إذن تتجه الحكومة نحو إعادة تسقيف أسعار بعض المواد واسعة لاستهلاك على غرار الزيت والسكر لمنع ارتفاعه حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الإنتاج الوطني بالموازات مع الزيادات المعتبرة التي سجلتها أسعار المادتين مؤخرا في الأسواق الدولية مما أثر على فطورة التعويضات التي تدفعها الخزينة العمومية للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين وفي سياق ذي صلة قررت الحكومة مؤخرا تخصيص 13 مليار دينار لدعم استقرار أسعار السكر والزيت حسب ما ورد في مرسوم الرئاسي نشر في الجريدة الرسمية والذي وقع عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الحادي عشر أوت المنصر والمتضمن تحويل اعتمادات إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصديرات إلى ما جاء في جريدة المشوار السياسي ونحو فرض إجبارية التلقيح بالجزائر إذن كشف مدير معهد باستور الجزائر البروفيسور فوزي درار خلال نزوله هذا الأحد أو خلال نزوله الأحد ضيفا على الإذاعة الوطنية عن استلام خمسة عشر بليون جرعة من اللقاح الصيني المضاد لكورونا سينوفاك قبل الخامس عشر أكتوبر المقبل ولم يستبعد درار إمكانية فرض مستقبلا إجراءات إجبارية للتلقيح في حال عدم الوصول إلى الهدف المسطر وهو تلقيح خمسة وسبعون بالمئة من المواطنين قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل نظرا لتوفر الكمية الكافية من اللقاحات وأكدا أن نجاح هذه العملية مرهون برغبة المواطنين وإقبالهم على العملية كما شدد المتحدث ذاته على ضرورة التلقيح لتفادي تكرار أي سيناريو آخر خاصة مع ظهور المتحورات الجديدة حيث تبقى المخاوف من ظهور موجة الرابعة قائمة إلى جريدة الشعب وما جاء فيها إذن قبول 81 ملفا للتعويض بما يفوق 13 مليار سنتيم وهذا ضمن وكالة دعم وتنمية المقاولتية إذن قبلت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية أناد 81 ملفا يتعلق بتعويض ديون شباب من ذوي المشاريع وذلك في إطار دعم وتنمية المقاولتية وكذا التكفل بالمؤسسات المسغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها من طرف صندوق الوكالة أو الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض وجاء في بيان للوكالة إن هذه الأخيرة قامت خلال جلسة العمل بدراسة 500 ملف لمؤسسات متعثرة من بين أزيد من 10 ألاف ملف مقدم من طرف ممثلي بنوك ولاية جالمة حيث تم قبول 81 ملفا للتعويض بما يفوق 13 مليار سنتيم وذلك في إطار دعم وتنمية المقاولتية والتكفل بالمؤسسات المسغرة المتعثرة من أجل تعويض ديونها بهدف إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة من جريدة الشعب لجريدة الخبر وزارة السكن تتولى مشاريع الهياكل الرياضية الكبرى إذن أمر رئيس الجمهورية بتحويل كل ملفات مشاريع إنجاز الهياكل الرياضية الكبرى إلى وزارة السكن والعمران والمدينة من أجل ضمان متابعة دائمة وفعالة لإنجازها كما شدد الرئيس على ضرورة منح الفرص أكثر لذوي الاختصاص في الرياضات الأولمبية من أجل تحقيق نتائج أفضل بالإضافة إلى رفع وتيرة التحضيرات المتعلقة بألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها الجزائر ولسيما تنظيم التربصات والمنافسات التحضيرية على مختلف المستويات لاستدراك الحصيلة السلبية للألعاب الأولمبية الأخيرة مشاهدين من أبرز مجاء في الصحف لصبيحة اليوم لأهم مجاء في المواقع الإلكترونية ونستهله بأنهار أولاين الديوان الوطني للخدمات الجامعية يكذب خبر إجبارية إظهار بطاقة التلقيح ضد كورونا من طرف الطالب إذن كذبت إدارة الديوان الوطني للخدمات الجامعية أمس الأحد كذبت الخبر الذي تم نشره أمس في أحد الجرائد الوطنية حول إجبارية إظهار بطاقة التلقيح ضد فيروس كورونا من طرف الطالب قبل استفادته من خدمة الإواء على مستوى الإقامة الجامعية وأضف البيان أن عملية التلقيح تبقى اختيارية من طرف الطالب وليست إجبارية ولكن من أجل حماية أفراد الأسرة الجامعية تم فتح مراكز تلقيح على مستوى كل مديريات الخدمات الجامعية لتسهيل عمليات التلقيح سواء للطلبة أو لمستخدمي الإدارة إلى ما جاء في البلاد دوتنت وشركة ليند غاز الجزائر ترفع إنتاجها من الأكسجين بـ 33% إذن أعلنت أقول شركة إنتاج الأكسجين المسال ليند غاز الجزائر أمس الأحد عن رفع إنتاجها للأكسجين بنسبة 33% منذ شهر جويلية المنصرم وحسب بيان شركة إنتاج الأكسجين المسال ليند غاز الجزائر يأتي هذا لرفع الإنتاج أو يأتي رفع الإنتاج بغية الاستجابة للطلب الكبير المعبر عنه من المؤسسات الاستشفائية على هذه المادة الحيوية أمام الطلب المتزايد على الأكسجين الطبي في مختلف المؤسسات الاستشفائية نتيجة الموجة الثالثة لجائحة كوفيد-19 التي شاهدتها الجزائر مؤخرا من البلاد دوتنات إلى سبق برس الإخباري وافتتاح خطي نقل جديدين من بوينان نحو العاصمة ومحطة القطار ببوفاريك بولاية البوليدة إذن أعلنت مصالح ولاية البوليدة في منشور لها عبر الفيسبوك عن افتتاح خطي نقل جديدين لفائدة قاطني المدينة الجديدة بوينان نحو محطة تفورة بالعاصمة ومحطة القطار ببوفاريك وهذا بداية من اليوم وبرمجت على مستوى الخط الأول ثلاث حافلات تربط المدينة الجديدة بوينان نحو العاصمة وأشار ذات المصدر بأن هذا الخط قابل للتكيف حسب طلبات المواطنين أقول وعدد المسافرين مشاهدين من أبرز ما جاء في المواقع المحلية إلى أهم ما جاء في المنصات العالمية ومع الشرق الأوسط مقتل سائقين شاحنتين مغربيين في هجوم مسلح بمالي لقي سائقاء شاحنتين مغربيين مصرعهما على إثر هجوم مسلح لم تعرف بعد هوية منفذيه في مالي بينما كان يتوجهان نحو العاصمة باماكو وفق ما أفادت به مصادر أمنية مالية أمس الأحد وأعلنت أيضا بعتة الأمم المتحدة في مالي عن إصابة ثلاثة من عناصر القبعات الزرق التابعين لها بجروح في انفجار عبو وناسفة صباح السبت على مقربة من معسكرهم في كيدال شمال شرقي البلاد وقال مصدر أمني مالي أن الضحيتين قتل على يد مجموعة مسلحة قرب بلدة ديديني مشيرا إلى أنه تم نشر قوات أمن في موقع الحادث من الشرق الأوسط ننتقل إلى العربية وليبيا مفوضية الانتخابات تتسلم قانون انتخاب الرئيس إذن أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أمس الأحد استلامها قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع الحر المباشر وقالت المفوضية في بيان لها أن قانون يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع خلال الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الرابع والعشرين ديسمبر المقبل من العربية إلى مجأة في الجزيرة دوت نت وتفاقم عز الميزانية وتعطل المفاوضات مع صندوق النقد اقتصاد تونس في مهب الخيارات السياسية إذن تتعظم مخاوف خبراء ومراقبين في تونس والخارج من غياب خطة اقتصادية واضحات المعالم تخرج تونس من أزمتها ويجمع خبراء الشأن الاقتصادي على أن أكبر تحدي للرئيس التونسي قيس سعيد في ظل غياب حكومة جديدة هو القدرة على تعبئة موارد مالية لتغطية عز الميزانية لسنة الجارية والذي يبلغ 11.5% والذي طبعا يتساءل كثيرون عن مصير المحادثات مع صندوق النقد الدولي التي انطلقت منذ ماي الماضي في علاقة بقرض رقاعي تعول عليه تونس لتعبئة مواردها وتسديد ديونها الداخلية والخارجية وسط أزمة سياسية تعيشها تونس منذ مدة مشاهدين بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام جولتنا اليوم ضمن حديث الصحافة في أمان الله اشتركوا في القناة